مرحبا بكم مشاهدين مع سلسلة حصادنا الإخباري السنوي والذين استعرضوا فيه اليوم ملف مجالس المحافظات التي أعادت تفعيلها الإطار التنسيقي رغم إلغائها تحت ضغط تظاهرات تشرين عام 2019 فبعد أشهر من الصراع بين شركاء العملية السياسية تصدر الإطار التنسيقي بأحزابه وميليشياته عدد المقاعد في مجالس المحافظات عقب نتائج شككت بها منظمات معنية بمراقبة الانتخابات أكدت أن نسبة المشاركة بالتصويت لم تتجاوز العشر في المئة وهو أكبر عزوف شعبي منذ انتخابات 2005 ويعكس حالة الصخط لدى العراقيين وفقا لوكالة فرانسي بريس عملية الاقتراع الخاص التي جرت في السابع عشر من كانون الأول والتي اقتصرت على منتسبي الأجهزة الأمنية شبه الكثير من الشبهات حيث تعطلت 75% من أجهزة تسريع الانتخابات كما تعرض عناصر الشرطة للتهديد بمجالس تحقيقية حلم تنعوا عن المشاركة بالتصويت وفق كتب صادرة عن وزارة الداخلية وبصمات صوتية لضباط وفي الاقتراع العام الذي جرى في الثامن عشر من كانون الأول أصيبت قوى الإطار التنسقي بالصدمة بسبب العزوف الشعبي الكبير وغير المسبوق حيث خلت بعض مراكز الانتخابات من أي ناخب فيما لجأت بعض الأحزاب لاستغلال المساجد من أجل إطلاق نداءات للخروج والتصويت مستخدمة عبارات تحشيد طائفية أكد العراقيون رفضهم لها برمتها العزوف عن انتخابات مجالس المحافظات سبقه تفاقم للصراعات بين الشركاء حيث رفض الإطار التنسقي دعوة الصدر مقاطعة الانتخابات وعلى أثره وصف تيار الحكمة الصدريين بالخوارج بينما قال تحالف الملكي إن التيار الصدري أقلية لا تمثل المكون الشيعي قبل أن يتطور الوضع لهجمات مسلحة تعرضت لها مكاتب حزب الدعوة والحكمة في بعض المحافظات وفي الثاني والعشرين من كانون الأول أوصل مقتدى الصدر رسالة تهديد شديدة اللهجة إلى الإطار التنسقي من أجل الإبقاء على غنيمته من المحاصصة الطائفية في مجالس المحافظات حيث حذر الإطار من استبدال محافظين نجف وميسان التابعين للتيار الصدري بمحافظين آخرين وإلا فإنه سيعز لأنصاره بالنزول إلى الشارع وإسقاط حكومة السوداني وانتخابات المحافظات وعقب فضيحة العزوف الشعبي عن المشاركة بالانتخابات حاولت مفاوضية الانتخابات منح عملية التصويت غطاء قانونيا مؤلينة أن نسبة المشاركة قدرت بنحو 41% مستندة إلى عدد العراقيين الذين حدثوا بطاقاتهم الانتخابية وليس عدد من شاركوا فعليا بالاقتراع وفقا لوكالة أسوشيت دي بريس التي وثقت تدني المشاركة وكالة رويترز قالت أن مجالس المحافظات ليست سوى محاولة لزيادة قبضة الإطار التنسيقي على السلطة حيث أقرد مفاوضية الانتخابات بأن 30% من مرشحي الانتخابات هم من أبناء وأقارب زعماء الكتل السياسية وبالتالي فإن مجالس المحافظات هي خطوة لدى الكتل السياسية باتجاه ضمان مقاعد مجلس النواب خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة المزمع إجراؤها عام 2025 العديد من علماء الدين العراقيين نفتوا ببطلان شرعية إجراء انتخابات مجالس المحافظات ومن أبرزهم المرجع الديني الشيخ فاضل المالكي الذي أفتى بتحريم المشاركة في الانتخابات بكل أشكالها إدارة وتصويتا وقال إن كل تجارب الانتخابات في العراق قام بها مستوطنون طارئون وذيولهم وإن الأصل فيها هو التآمر والتدليس وعقب انتهاء انتخابات مجالس المحافظات رصدت جهات مختصة إنفاق مرشحي الأحزاب أكثر من ثمانية تريليونات دينار عراقية على حملاتهما الدعائية كانت على شكل بوسترات بيّنت أن المدن وفقاً لمرصد العراق الأخضر فضلاً عن تنظيم الكثير من بطاقات الرعاية الاجتماعية وهو ما اعتبر استغلالاً لموارد الدولة وجرى بتواطئ حكومي كان هذا استعراضاً لأبرز ما يخص ملف مجالس المحافظات ضمن حصاد عام 2023 اشتركوا في القناة